هذه الخروقات سواء من تركيا قبلها كانت إيران أيضا قصفاته أربيلي يعني مستمرة مستمرة ولا يوجد رادع لأنه ما يخافون بصراحة يعني ما يبدو أن العراق ما يخوفهم ولا المجتمع الدولي يعير للقضية هاي أي اهتمام سيد ياسين لو افترضنا فرضا أن تلك المنطقة فيها عناصر البككة أليس من المفترض أن يكون تنبيه للمدنيين للصياح اللي متواجدين هناك هاي المنطقة خطرة قد تتعرض القصف قد كذا كذا يعني قوات الأسائش قوات الأمنية في أقليم كردستان ما تعرف أنها هاي المنطقة قد تكون معرضة بأي لحظة للقصف حتى تمنع المدنيين صوتك بو واضح سيد أحمد رسي ممكن أنا فهمت السؤال أعيد السؤال إذا تحب يعني فهمت السؤال أنا تقريبا وضع أقليم كردستان ووضع يعني غير جيد في هذه يعني هناك أكثر من أربعمائة قرية في أقليم كردستان للأسف مهجرة منذ سنوات بسبب خلاف بين حزب العمال أو المعارك بين حزب العمال والسلطات تركية أكو فعلا مناطق يعني كما تفضل أكو مناطق فعلا قريبة من الخطر يعني وحدة من هذه المناطق منطقة دركار التي استهدفت اليوم في قرب زاخو فعلا هي منطقة كانت إلى سنوات طويلة منطقة تنقل عناصر حزب العمال الكردستاني لكن في الفترة الأخيرة وبعد انفتاح الوضع السياحي في أقليم كردستان تركيا القريبة والتي تراقب المناطق في أقليم كردستان ولديها مراقبة شديدة لهذه المناطق تزدق أن بعض المناطق هذه المناطق مناطق سياحية حتى هناك مناطق أخرى سياحية يعني معروفة جدا خاصة عندما يقوم الجانب التركي أو حتى الجانب الإيراني في قصف للأسف مناطق في أقليم كردستان هم لديهم معلومات كاملة استخبارية بالمناطق التي يتم تحرك حناصر البككة فيها المجيء إلى قصف منطقة سياحية منتجة سياحية معروف صحيح أنها كانت في السابق قريبة من مناطق الخطر أو القتال باعتبار أن منطقة كما قلت دركار إحدى مناطق الصراع بين الطرفين لكن وجود هذه المنظومة الدقيقة من الاستخبارات والمراقبة التركية سواء من الجو أو من الأرض على هذه المناطق لا تعطيه أي مبرر لقصف منتجة سياحية في هذا الوقت الذي استهدف فعلا منتجة سياحية لا أصل له ولا علاقة له لا بممر من مبرات حذب العمال ولا بالمناطق التي يتم مثلا زرع مواقع لحذب العمال أو إيجاد أو مثلا وضع كماء عسكرية للقوات التركية التي مثلا تنتشر في إقليم كورسان كل هذه المبررات غير مقبولة في قصف مدنيين في متجة سياحية اشتركوا في القناة